ياهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة أعزائي المشاهدين في البداية أحب أشكركم على تفاعلكم في الحلقات السابقة وبمشاركتكم قدرنا نوصل هذه القناة لأكثر من ألف مشترك شكرا 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 لكم من كل قلبي وخلونا نحاول نوصل عدد المشتركين إلى 5000 مشترك يلا نقدر إذا كانت هذه أول مرة تشرفوننا معكم أخوكم هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة أحاول أشارككم أفضل معلومات للحصول على أعلى جودة صوت في التسجيل ورح نبتدي الحلقة الحين أكيد سمعنا عن الـ Preamp بس هل نعرف شنو هو؟ شنو وظيفته في الستوديو؟ وهل لازم أشتريه عشان أحصل على أعلى جودة صوت؟ خليكم معنا لنهاية الحلقة عشان نتعرف على الإجابة بداية خلوني أجاوبكم على شنو هو الـ Preamp الـ Preamp لا وظيفة واحدة فقط وهي تقوية الإشارة الضعيفة القادمة من الماكروفون وتحويلها إلى ما يسمى بالLine Level وآلية عملها تكون بهذه الطريقة الإشارة تكون صادرة من الماكروفون إلى الـ Preamp ويتم تحويلها إلى الـ Line Level ثم يتم تحويلها إلى صيغة رقمية يقدر الكمبيوتر يفهمها من خلال كرت الصوت كل جزئية من القناة الصوتية اسمها الـ Gain Stage وكل مرحلة اتجهز لنا الصوت بالمستوى المناسب للمرحلة اللي بعدها نرجع لمثالنا السابق لما تتكلم أو تغني أمام الماكروفون فيه غشاء جداً رقيق داخل الماكروفون يتحرك بسبب الطاقة الصوتية ولكن هذه الحركة تكون جداً ضعيفة وما يقدر كرت الصوت يسمعها بالشكل المطلوب في هذه الحالة تحتاج إلى بري أمب عشان ترفع من المستوى العام للصوت خلوا في بالكم أن في كل مرحلة من الـ Gain Stage اضيف لنا نوع من التشويش أو الـ Noise مخرج الصوت من الـ Pre-Amp يكون نوعة من الـ Line Level يعني لازم توصلها في مدخل الـ Line Level في كرت الصوت وإلا راح تلاحظ أن فيه صوت تشويش جداً عالي انزل يا شباب خلوني أخبركم الاعتقاد الخاطئ عن الـ Pre-Amp الـ Pre-Amp ليس عصا سحرية تقدر من خلالها فجأة الحصول على جودة عالية من الصوت أصلاً الـ Pre-Amp إذا استخدمتها بطريقة خاطئة يمكن تخرب الصوت اللي قاعد سجله فاكروا في الـ Pre-Amp مثل الكريمة اللي على الكيك يعني إذا كانت الكيكة أصلاً طعمها غلط مهما تحط عليها كريمة ما راح طعمها يكون حلو بالمرة انزل يمكن تسألني هل كرت الصوت اللي عندي في الستيديو فيه Pre-Amp والإجابة هي نعم أغلب كروت الصوت الحريثة فيها Pre-Amp بس جودتها ما راح تتنافس مع جودة جهاز Pre-Amp المختص كروت الصوت اللي تنتجها الشركات اليوم لازم يكون سعرها مناسب عشان الناس تشتريها فالشركة ما راح تصرف مبلغ كبير على جزئية Pre-Amp الموجودة في الجهاز خلوني أوضح أكثر شلون تكون فائدة Pre-Amp إذا عندك كرت صوت مثلا من نوع Focusrite Scarlet بتلاحظ أنك لازم ترفع مستوى صوت الماكروفون تقريبا إلى نهايته عشان تحصل على المستوى المطلوب فإذا كان عندك Pre-Amp موصل فيه الماكروفون وبعدها توصل المخرج اللي من نوع Line Level إلى كرت الصوت واخترت نوع المدخل بأن يكون Line بدل ما هو Mic وتتأكد أنك مبنت زر 48V أو اللي هو Phantom Power ترى هذه الخطوة جدا مهمة يا شباب لأنه إذا كان الزر شغال أو إذا كان فيه Phantom Power وإنت تستخدم Pre-Amp يمكن يخترب كرت الصوت فحسب عك هاي النقطة إذا اتبعت كل هذه الخطوات بتلاحظ أنك تقدر الحين تخلي مستوى الصوت في كرت الصوت في حدود هذه المنطقة فقط قبل لا تروح وتصرف الفلوس على Pre-Amp تأكد أن الماكروفون اللي أنت تستخدمه يكون نوع جيد مثل ما المغني الفنان قادر على أنه يخلي العمل رائع وجود ماكروفون بجودة عالية أيضا راح يحسن لنا من جودة الصوت بشكل جدا كبير ننتقل الآن إلى الأنواع المختلفة الموجودة في السوق للPre-Amp بس قبل لا نكمل ياريت تعطونا اللايك اللطيف حق هذا الفيديو في نوعين رئيسيين للPre-Amp Clean and Colored أو النوع النظيف والنوع اللي يلون لنا الصوت الكليم Pre-Amp شغلتها هي أنها تعطيك الصوت مثل ما هو بدون إضافة أي لون عليه يعني شغلتها بس ترفع لنا مستوى الصوت فقط بعضهم يقدرون يرفع مستوى الصوت إلى أكثر من 75 دي بي مثال على هاي النوعية من الPre-Amp هي الميلانيا HV3C هذه النوعية جيدة إذا كان أغلب شغلك داخل الكمبيوتر وراح تستعمل البلغينز بشكل رئيسي لتغيير الصوت هذه النوعية أكيد تضيف أيضا بعض الدستورشن ولكن بالنسبة تقريبا غير مسموعة ليست مثل النوع الثاني من الPre-Amp وهو الColored النوع الثاني من الPre-Amp هو اللي راح يضيف لنا نوع من الHarmonic Distortion على الصوت هذه النوعية من الPre-Amp عادة ما تكون مصنوعة من الTransformers مثل جهاز BAE 1073 أو Warm Audio WA73 أو أي Pre-Amp في اسمها الرقم 73 هاي النوعية تخلي الصوت يمر على الTransformers واللي بدورها تضيف الألوان المختلفة على الصوت هذه الإضافة تعطي الصوت طابع مختلف وعادة ما يسهل علينا الموضوع خلال عملية الميكس أوكي ننتقل الآن إلى كيفية اختيار الPre-Amp شنو هي الخواص اللي لازم أبحث عنها لما أدور على الPre-Amp المناسب لشغلي أول نقطة لازم تخليها في بالك هي كم قناة أو كم تشانل بتحتاج واحد أو اثنين أو أكثر هذا يعتمد طبعا على نوعية التسجيلات اللي راح تسجلها إذا كنت معلق صوتي فبتختار Pre-Amp في قناة واحدة إذا كنت تعزف الآلات الموسيقية فيمكن Pre-Amp في قناتين بيكون مناسب أكثر ثاني نقطة بتكون اختيار النوع للPre-Amp من نوع التوب مثل ما ذكرنا مسبقا راح تضيف على صوت لون معين أما للPre-Amp اللي من نوع Solid State فراح يكون الصوت من خلالها أقرب إلى الصوت الطبيعي والنقطة الثالثة هي مقياس القوة اللي راح توفرها لنا للPre-Amp المايكروفونات اللي من نوع الكندنسر عادة ما يكون الصوت اللي تحتاجه بزيادة في حدود الثلاثين إلى خمسين دي بي ولكن للمايكروفونات اللي من نوع Dynamic Ribbon أو بعض الأنواع من Dynamic Mics مثل مايكروفون Sure SM7B تحتاج إلى قوة أكبر من الصوت في حدود الخمسين إلى سبعين دي بي والنقطة الرابعة هي هل بتحتاج يكون فيه نوع من EQ والبروستسنج على الPre-Amp نفسه؟ نصيحتي إذا كنت مبتدئ خذلك Pre-Amp بدون أي نوع من البروستسنج بدون EQ بدون أي شي ثاني عشان تقدر تتحكم في الصوت بعدين من خلال برنامج التسجيل لأن إذا بتسجل الصوت من البداية مع أي نوع من البروستسنج ما راح تقدر تشيله بعد التسجيل إن شاء الله قدرت أفيدكم بهذه المعلومات البسيطة إذا عندكم أي استفسارات كتبوها لي تحت في التعليقات وأوعدكم بالإجابة عليها كلها إذا حابين تتعرفون أكثر على مبادئ الهندسة الصوتية وبعض المفاهيم الأساسية في هاي المجال لا تنسون الاشتراك في الدورة المجانية من خلال الرابط اللي موجود في وصف الفيديو أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة